قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو إن إسرائيل وجهت ضربات لحزب الله اللبنانية في الأيام الماضية بطرق لم يكن يتصورها وأكد نتنياهو تصميم إسرائيل على إعادة السكان الذين نزحوا من مناطقهم الشمالية الحدودية مع لبنان منذ بدء العدوان على غزة قبل نحو عام وقال نتنياهو في بيان إنه على حزب الله أن يكون قد فهم الرسالة بعد هذه الضربات مشددا على أن تل أبيب لن تتساهل مع الهجمات عليها